بآخر التقارير تقول أن بعض دول الجوار تجني من عمليات تهريب المخدرات نحو 6 مليارات دولار وهذه ميزانية ضخمة ومبلغ ضخم لا يمكن للسهنة به ولا يمكن للتضحية به من أجل عيون الشعب العربي أليس كذلك؟ بالتأكيد هذه واحدة من الأسباب أولا بها مردود مالي كبير أحد ضباط المخدرات تحدث معي أنه الكيلو يباع بـ 45 مليون دينار هذا رقم ليس سهل إضافة إلى ذلك أنت إذا ما نظرت إلى الفئات العمرية اليوم عندنا الأطفال وعندنا الشباب وعندنا كبار السن كبار السن والأطفال هم غير منتجين المنتجين هم فقط الشباب ومن منظور اقتصادي إذا أردت البلد يزدهر يعني تزدهر الشباب تقدم لهم المشاريع تقدم لهم الأعمال هذه قضية المخدرات هي بالدرجة الأولى اليوم يعني تستهدف الشباب العراقي يعني من تستهدف الشباب العراقي ماكوا تعليم رح يكون ماكوا إنتاج رح تكون ماكوا زراعة رح تكون رح يكونون سلعة بسيطة بعيادة خفية يعني لربما هي يعني جهات سياسية جزء عرفوها يعني ما عادت خفية الموضوع فالعراق متعدد الايديولوجيات يعني ممكن استخدامهم في فكر منحرف يعني هو اليوم أنت يعني يقال أنه غرام الكريستال أو غيره من خمسين ألف إلى خمسة وسبعين ألف إذا هو فقير ما عنده يعني من يلن يروح يقتل ويروح يبوق ويروح يشتغل بجهات يعني خارجه عن القانون في سبيل أنه يحصل على هذه المادة اللعينة حقيقة يعني هذا الموضوع لا بد أن تكون لديه فيه معالجات ومعالجات سريعة سيد يونس يمكن حضرتك تذكر بألفين وتسعة عشر كانت الحشيشة تزرع في الحدائق العامة دون أدنى خبرة واليوم بحسب اللجنة الأممية تابعة للأمم المتحدة لمكافحة المخدرات تقول أن الكريستال أصبح يصنع داخل الأزقة العراقية في الأحياء بعض الأحياء في العصم البغداد ولا سيما في المحافظات الجنوبية وأنصح هذا القول فهذه كارثة بالتأكيد اليوم يعني هو ما عاد يخفى على أحد اليوم أنت لو تراقبين الموقع الرسمي لوزارة الداخلية يوميا لا يقن عن خمسة إلى ست كيلوات يمسكون من هذه مادة المخدرات والحبوب وآلاف الحبوب وعشرات الأشخاص يعني إذا ما خذناها نسبة وتناسب يعني ممكن العراق بها مئات الأطنان من هذه المادة لربما حتى تزرع فيها العراق يعني هو على أي مفصل إحنا عدنا رقابة حتى على هذا المفصل لدينا رقابة ما عدنا رقابة حقيقية يعني بصراحة زين فموجودة هذه موجودة ومنتشرة وبشكل كبير يعني يعني اليوم احنا الشبابنا معرضين إلى الاختصاب الأطفال والانتحار حالات الانتحار اللي اللي موجودة عدنا دلل أنه على أنه مادة المخدرات مستشرية يعني فقط خلال سنة 2021 عدنا 772 حالة انتحار بالله عليكم سابقا كان أحد يسمع حالة أو حالة الانتحار حتى نسب الطلاق اليوم اللي كل شهر عندنا خمسة آلاف وستة آلاف يعني حالة طلاق كل هذه الأمور كلها مرتبطة فعليا بالمخدرات وهو هذا المراد من قضية المخدرات بالدرجة الأولى ليس ماديا وإنما هو تفكيك المجتمع العراقي وتفكيك الأسرة العراقية وتشتيتها هو هذا المراد من إدخال المخدرات بهذه الكمية الكبيرة إلى العراق نعم البحث ترجمة نانسي قنقر شكرا